الصحف الكويتية النحلية في منشور انتخط الحدود حيث جاء في مضمون المنشور لو لعبنا ضد المنتخب العراقي بالرديف سوف نحسم الفوز وبكل جدارة المنتخب العراقي من المنتخبات المتدنية والمتواضعة جدا وليس من المنتخبات القوي كما يزعمون نحن الازرق الكويتي سوف نفوز بالرديف على المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل هدفنا هو المنتخب العراقي والمنتخب السعودي في هذه التصفيات في تصريح تاريخي لكل الشعب العراقي من الرائع الاعلامي الافضل عربيا يعقوب السعدي في حديث قائلا الحقيقة تابعت خبر انطلاق الموهوب العربي علي الجاسم الى الدوري الايطالي هو بمثابة الخبر المبهج هذا مثال لكل شباب الخليج والعرب لاعب مشتهد ويملك امكانيات رائعة واتوقع له نجاحات كبيره في الدوري الايطالي والانتقال لاكبر الانبيات في العالم وليس في ايطاليا لانه يمتلك امكانيات حقا مذهلة يجب على كل عربي ان يفتخر ويدعم هذا الموهوب حتى يصبح الافضل في العالم الغرب يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن لا نعرف ندعم احد لذلك اقولها وبكل صدق ارجوكم ادعموا هذا الموهوب لانه يستحق الدعم لانه حقا موهبة احب العراق الحبيب واتمنى لهم كل التوفيق الاعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية في تصريح صحفي قائلا لو وافق الاتحاد الكويتي لكرة القدم على دخول الجماهير العراقية سوف تكون هناك شروط وهي كالاتي ان يكون هناك توقيع تعهد على كل شخص من الجماهير العراقية واذا خالف سوف تكون هناك ذرامات كبيرة جدا ضد العراق انتناع الجماهير العراقية من الهتافات الدينية منعا ذاتا ومن يفعل هذا سوف تقوم الحكومة الكويتية باعتقاله سوف نمنع تكرار ما حدث في قطر في كأس اسيا حيث استخدموا العراقيين الهتافات الطائفية والعنصرية وهذا غير مقبول في الكويت على الاتحاد العراقي القبول بهذه الشروط وإلا لا نسمح لأي احد من الدخول الاراضي الكويتية فقط اللاعبين والمدربة يدخلون حتى اعضاء الاتحاد لا نسمح لهم بدخول الكويت خاص لموقع المستديرة الرياضية ادارة نادي الخور القطري ترفض تفريغ ايمن حسين للتواجد مع المنتخب العراقي في معسكر الدوحة بسبب مباراة الكأس المقرر اقامتها في الواحد وثلاثين من الشهر الحالي ايمن حسين سيتواجد في الثاني من ايلول المقبل في البصرة اللاعب العماني السابق سعيد الشوان في تصريح صحفي لموقع العراق قائلا المهاجم العراقي ايمن حسين اكثر لاعب سيكون خطر على مرمان تنتظرنا مباراة صعبة جدا امام المنتخب العراقي ولاعب الاحمر لم يهضم الفكرة التدريبية للمدرب الجديد ياروسلاف الشلهافي حتى الان الكفة تميل للمنتخب العراقي على حساب عمان وجماهيرهم سيكون لها اثر كبير بحسن اسعد العيداني يعلنها بشجاعة سنتعامل مع الكويت بالمثل بخصوص دخول الجماهير العراقية لمساندة منتخبنا الوطني الامر عائد اليهم مباراة الذهاب في الكويت والاياب في البصرة عليهم اللاعب العراقي السابق يونس عبد علي في تصريح صحفي قائلا منذ متى والكويت هكذا تشترط علينا بهذه الشروط وتفرض علينا امور مستحيلة لم تحدث مع اي بلد خليجي او عربي السبب هو فينا نحن من اعطينا الحجم لمن ليس له حجم وجعلنا الكويت الدولة التي كانت بمثابة الخادم للعراق اليوم اصبح يصول يجول ويعتلي المنصات ويتحدث ضد العراق ويطعن بالعراق لو كان هذا الامر في زمن صدام حسين لكان الامر مختلف جدا عدي صدام حسين لو كان في هذا الوقت كان ضرب الكويت واعتقل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم لكن كرة القدم تغيرت كثيرا واصبح كل الامور تجري وفق قوانين الفيفا من المفترض على العراق ان يهدد بعد سماع هكذا امور اللاعب العراقي الاكسندر اوراها بعد العودة من الاصابة يسجل احد اهداف نادي كوينز بارا كارينجز في الدوري الانكليزي الرديف حيث سجل هدف في غاية الروعة ومن مسافة بعيدة جدا وامتهت المباراة بفوز فريق اوراها بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف شارك اوراها اساسيا للمرة الثانية على التوالي بعد عودته من الاصابة العماني احمد الرواس محلل برنامج المجلس في تصريح صحفي قائلا منتخب العراق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ومباراة العراق وعمان ستكون صعبة على الفريقين فوز العراق على عمان او فوز عمان على العراق سيكون نفس شعور الفرحة لدي اتمنى التوفيق للعراق مثل ما اتمناه لعمان اليوم مهاجم نادي ابسويتشتاون علي الحمادي يواجه فريقه السابق وينبلدون عندما يلتقي الفريقين لحساب الدور الثاني من كأس الرابطة الانكليزية الاحمادي يبحث عن هدفه الاول مع ابسويتشتاون هل سيكون بمرمى فريقه السابق؟ مدرب الاولمبي العراقي راضي شنيشل في تصريح صحفي قائلا فخور بقيادة منتخب العراق الاولمبي للتأهل الى الاولمبياد الذي كان من بين ستة عشر فريق من فرق العالم الاولمبي العراقي قدم مستوى جيد بالنسبة للظروف العصيبة التي يعرفها الجميع رفضت عددا من العروض المحلية والخارجية لانني بحاجة للراحة في الوقت الحالي ساعود للتدريب بعد استراحة في الوقت الحالي وسنقدم كل ما لدينا من اجل خدمة العراق مهند عبد الرحيم في تصريح خاص لمعرض الكرة قائلا نادي الميناء من الفرق الكبيرة واختيارية تمثيلهم الموسم القادم جاء عن قناعة تم خروجي من القوة الجوية لانني لم اتوصل الى اتفاق مع الادارة واتمنى التوفيق للفريق في الموسم القادم دخلت مرحلة الاعداد وساكون جاهزا عند انطلاق الدوري وساقدم كل ما لدي رفقة زملاء اللاعبين من اجل اسعاد الجماهير المينائية علاء عبد الزهرة يوقع لنادي الميناء لتمثيله الموسم المقبل قادما من الشرطة يفاضل الاسباني في سوسكاساس مدرب المنتخب العراقي بين لاعبين للاستقرار على احدهما في قائمة المنتخب العراقي بتصفيات اسيا المؤهلة الى كأس العالم الفين وستة وعشرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ويخوض المنتخب العراقي حاليا معسكرا تدريبيا في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة عمان والكويت تواليا بالتصفيات في الخامس والعاشر من شهر ستمبر ايلولا المقبل في سوسكاساس يختبر جاهزية لاعبيه في الدوحة وذكرت مصادر لموقع المستديرة الرياضية ان مدرب المنتخب العراقي في سوسكاساس سيصعد من وطيرة التدريبات في الايام القليلة المقبلة من اجل الوقوف على جاهزية لاعبيه قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب العراقي التي ستضم ايضا احد عشر لاعبا محترفا استعدادا لمواجهة عمان والكويت تواليا في الخامس والعاشر من شهر ستمبر ايلولا المقبل بالتصفيات الاسيوية واوضحت المصادر ان خيسوسكاساس اختار ان يكون معسكر العراق في الدوحة بسبب الرطوبة العالية والاجواء المشابهة لدولة الكويت لكي اعتاد اللاعبون على الاجواء التي من الممكن ان تواجههم في هذه المباراة